اشتركوا في القناة بمشاركة بحرينية فاعلة انطلقت اعمال الدور الخامسة للقمة الثقافية التي تعقد تحت شعار الثقافة اسلوب حياة في العاصمة الاماراتية ابو ظبي حيث جاءت بمشاركة سعادة الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والاثار احدى اهم الامور التي سنخرج بها من هذا اللقاء ومن هذه العلاقة هو المقدرة على مواصلة العطاء والقابلية لمواجهة ما يجري في الخارج سواء في البحرين او ابو ظبي او دبي او حتى في سويسرا او اي مكان في العالم اذا تم العمل بين الثقافات بشكل منسجم فينبغي ان يتم ذلك بشكل جماعي واعتقد ان هذه هي الغاية من لقائنا وكل ما سنجده وسنخرج به من حلول سنضعه امام العالم لحل المشكلات واستغلال الفرص اعمال القمة تستكشف الحلول الثقافية الابداعية لابرز القضايا العالمية في عالم ما بعد الجائحة والتحديات المعاصرة التي تقود المتغيرات في القطاعات الثقافية ويبحث المشاركون في القمة النظم الثقافية الجماعية وتبني الثقافة كتجارب حية جدول اعمال القمة تضمن العديد من الحوارات الثقافية الثرية والمداخلات القيمة والعروض التقديمية والسينمائية بمشاركة صانعية السياسات والباحثين والفنانين والمتخصصين بالشأن الثقافي لتناول عدد من القضايا المعاصرة بما في ذلك تأثير الوسائط الرقمية والذكاء الاصطناعي والانظمة الابداعية والممارسات الاصلية وخصائص الاماكن العامة وغيرها من الموضوعات وتعد هذه القمة منتدا حواريا شاملا يجمع تحت مظلته نخبة من القادة والرواد من مختلف القطاعات الثقافية والصناعات الابداعية لتبادل المعارف والتجارب والابحاث لمناقشة الطرق التي يمكن للثقافة والابداع من خلالها مواصلة مهمتها في تحويل المجتمعات والاقتصادات نحو تبني ثقافة الابتكار وانتاج المعرفة والانفتاح على العالم